في يوم مشهود ووسط حضور رسمي وشعبي عريض ألاف الموريتانيين يشيعون جذمان الحقوق الصوفيون الشين الذي أعلن توفاته في إحدى مفوضية الشرطة بولاية وقشوط الشمالية في جريمة هزت الرأي العام الوطني وحركت ساحة الموريتانية وأثارت ردود فعل غاضبة في مسجد بن عباس بالعاصمة وقشوط قيمة صلاة الجنازة على الراحل الصوفيون الشين وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط الجامع والشوارع المفضية إليه وفي مقبرة الرياض ووري جذمان الفقيد الثرع بحضور حشود راجلة تخللت خطوات موكبها المهي بحركة مركبات مشيعة يتقدمها أهل الفقيد وذوه بعض المشيعين شفعوا ذناؤهم على الجهود الرسمية وتعاطي الحكومي مع الحادثة بضررة اتباع التعاطي لجابي معاقبة رادعة للمتورطين في الجريمة البشعة شكر السلطات على رأسهم رئيس الجمهورية محمد الشيخ قزواني على أنه اقبض القضية واقبضها بطريقة سليسة وحكيمة وعدل في هذاك يا الله يعدل في بدايته وراجي أنه يعدل في نهايته ودعا آخرون إلى التكفل بعائلة الضحية ومد يد العون والمساعدة لها من خلال كفالة أبنائه وتقديم معونات اقتصادية لهم بعدما فقدوا والدهم المعيل وتزامنا مع دعوات دعم العائلة ومؤازرتها وقع 118 علما موريتانيا وإمام مسجد على بيان يطالب السلطات الرسمية بالقصاص من قتلة الراحل الصوفي لشين واصفين الجريمة بالشنيعة ويوم الجمعة الماضي أعلن خبر وفاة الناشط الحقوقي الصوفي لشين في مفوضية شرطة ثانية بدار النعيم ليتم فتح تحقيق حول ملابسات القضية كان من نتائج تشريح الجثة الذي بموجبه رجح أن سبب الوفاة خنق شديد أدى إلى احتباس أنفاس الضحية مضاف إليه كسر في الرغبة